التقى رئيس السيسي في باريس مع رئيس الفرنسي مانييل مكران وذلك على مأدوبة غداء عمل أقامها رئيس الفرنسي على شرف الرئيس السيسي بقصر الإليزي هذا وأشهد رئيس السيسي بالتطور الملحوظ والمتنامي في العلاقة التنائية بين مصر وفرنسا على كافة الأصعدة مؤكدا تطلع مصر لمواصلة تعزيز التنصيق السياسي وتبادل وجهات النظر مع فرنسا إذا مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بقضايا التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن في المنطقة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تناول سبل تطوير العلاقة التنائية كما تم التشور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لسيما مستجدات الأزمة الأوكرانية وتدعياتها السلبية على أسواق الغداء والطاقة على مستوى العالم إلى جانب تطورات الأوضاع في السودان بالإضافة إلى استعراض سبل تنصيق الجهود مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وكذلك التباحث بشأن أهم النتائج المنتظرة لقمة مثاق التمويل العالمي الجديد ترجمة نانسي قنقر